السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصدفة من قناة مستر بونتك النهاردة نصرح استراتيجية مواقع اختصار روابط للربح من المستخدمين ازاي مواقع اختصار روابط دي بتقدر تربح من المستخدمين اكتر من الاف الدولارات كمان ومئات الدولارات شهريا والمستخدمين دول بيبقوا مش عارفين حاجة مش عارفين اللي بيحصل وفجأة بالله المستخدمين دول بيعلق وده بالدليل وهنشوف كل ده مع بعض النهاردة وهننقط موقع على بعض الحاجات اللي بيعملها وهنشوف بعض الحلول اللي ممكن لعملها موقع عشان يزود من الدخل بتاع الموقع بحيث ان هو يرفع مرة تانية ويرجع لكل المتابعين فهو ده الموضوع اللي هتكلم في النهاردة. وحابي اكلمكم على حاجة تانية فلو عايزين مسلا نعمل سلسلة نتكلم فيها وننقط فيها بعض المواقع اللي انتو مش حابين تشتغلو فيها او مش حابين اللي بيحصل في المواقع دي. انت ممكن تكتب لي ان انت يعني تعمل لايك على الفيديو ده. طبعا ده اول حاجة لازد تعمل لايك على الفيديو دا وا. وتكتب لي في كم可以 اسم سلسلة اللي انت عايزها. ان ه مسلا ننقذ مواقع بطريقة ساخرة. ننقذ ماں كده مواقع بطريقة علمية وال الطريقة او بالاذباثات. باي طرق من اللي انتوا حبيناها يعني. ولكن يعنى كل ده بيعتمد على لايكاتكو وعلى انك تكتب كومنت اسفل الفيديو باسم السلسان انت عاوزها. ويريت تقول لي بس الحلقة دي تعجبك ولا لا. فانتكلم ناردو عن منقعة مسلا جيتس يوريل. اه بسبب بعض حيات اللي حصلت اه مؤخرا ودي حاجة مزعلاني جدا. اه طبعا مش هخبي ارباح مش هخبي اي حاجة للنس اللي فاكرة ان ارباح اه جيتس يوريل وارباح اختار رابط دي ارباح كبيرة. فصدقني يعني كل ده احلام بالنسبة لك يعني. ستاني فيش اي حاجة بالكلام ده. فالمهم ان احنا هنجيب المية. وننزل تحت. طبعا دي ايام عادية دي ايام الازدهار يعني اللي انا كنت مزدهر فيها الايام اللي فاتت. زي ما شايفين ما بيعيلاش عن كده. طمام? فانتكلم عن حاجة بس. دلوقتي زي ما انت شايف السب ام هنا مية اتنين وعشرين هنا تلاتة سبعتاشر. هنا مية واربعة تلاتة خمستاشر. هنا مية تلاتة واربعين. تلاتة سبعة عشرين هنا تلاتة خمستاشر. من يوم خمستاشر اربعة بدأ السب ام يقل. وده فعلا لاحظته. لقيت هنا سب ام اتنين وتمانية. اتنين واسبعة. اتنين وخمسة. اتنين وخمسة. اتنين واتنين. اتنين واحد. السب ام فعلا ضعيف جدا جدا جدا. ده مش سب ام دولة واحدة لا ده السب ام الكل. لا اكتر من دولة زي ما انتم شايفين. طيب ده ايه اللي حصل عشان السب ام يقل الدراجة ده. نخش على عشان نعرف الموضوع اللي حصل. الموضوع اللي حصل يا شباب ان للأسف فوقها جيت سور ال التبعة استراتيجية اللي المواقع اختصر رابط كلها بتتتبعها. وانه قل للسب ام لجميع الدول الى السب ام اللي انتم شايفينه ده. اتنين واربعة من عشرة. في معظم الدول. معظم الدول العربية والاجنبية اتنين واربعة من عشرة معادة الدول الواضحة. الدول الواضحة زي ايه? الدول الواضحة زي الولايات المتحدة الامريكية. الدول الواضحة. زي مصر. الدول الواضحة. زي الجزائر. الدول الواضحة. زي اه الكويت. الدول الواضحة زي الامارات. طيب تعال بقى نفهم الاستراتيجية كده واحدة واحدة كده مع معا. الاستراتيجية هي انك بتعمل اعلان للموقع بتاعك انت طبعا بعدها بتعمل موقع اختصر رابط بتعمل اعلان للموقع. اعلان للموقع مسلا بالدولة الاكثر آآ للمستخدمين. يعني الدولة اللي فيها الناس كتير. زي طبعا هو موقع مصري اصلا. فالدولة عملوها مصر. مصر كانت خمسة دولار. مصر كانت خمسة دولار. يعني كان نشوف مصر في الوقت الحالي ثلاث دولار وتمانية من عشرة. زائد حاجة تانية بس كان من فترة قريبة جدا كان عمل تحديس بتاع الدول بحيث انه عالى بتاع الدول اكتر. ولكن في الوقت الحالي قلل عن مكان خمسة دولار. وقلل عن التحديس كمان. يعني التحديس مسلا كان مصر ستة دولار. طالبا رجع بقى تلاتة دولار وتمانية من عشرة. يعني قلل بشكل كبير جدا. فالموضوع ده مخلي فعلا المستخدمين بدايقين جدا مواقع بسبب اللي هو بيعملو ده. انا عارف انتها مواقع مبتاز جدا وكل حاجة ولكن انك تتبع نفس الاستراتيجية للناس كلها بتتبعها ده مشكلة كبيرة. طيب انت ليه ما تعملش اعلانات تزاود الاعلانات? ليه ما تستخدمش وتستخدم معها شركة تانية. طيب انت ليه ما تستخدمش مواقع زيادة بحيس انك تزود الفلوس انا عارف انت هيديق بعض المستخدمين. لكن اعرف ان مش من المواقع اللي هي بتاعها بيطلع كتير يعني. انا عارف. لان يعني مستخدمين فانت ممكن مسلا تعمل بدل ما هي صفحة واحدة في اه في تعملها صفحتين. حاول تبتكر حاجة عشان تزود من دخلك الشهري. بحيس انك تقدر توفي الصحيح للدول. ده موضوع كبير جدا وموضوع مشكلة كبيرة جدا لبعض المواقع اخترى وبطلع. عشان كده انا بدأت استخدم مواقع آآ بديل عن حاليا لسه ما بيقلش عن تلات دولار تلات دولار ونصد كمان ما بيقلش ومتنس جدا اللي دولار العربية. ممكن يسيب لك اللي هو التسجيل بتاعه اسفل فيديو ممكن تسجل فيه هو يعني حاليا افضل في السي بي ام. ولكن دافع بتاعه عن طريق يعني اللي هو اللي مخلى الناس برضو بتتقدمه ان هو في مصر بالذات ان هو بيدفع عن طريق بودافون كاش وعن طريق اكتر من حاجة. وصراحة موقع هو موقع ممتاز. عشان بس ايه ما نتكلمش كتير هو موقع ممتاز. لكن السي بي ام الكل هو ده اللي ضاعف فيك بشكل كبير جدا. لان كل الناس هنا سي بي ام اتنية واربعة اتنية واربعة واربعة واربعة. في كل الدول تقريبا اتنية واربعة واربعة واربعة. وكمان في دول دولار وشوية. في دول ضعيفة جدا ودول ضعيفة جدا برضو. يعني دبان شايفة خمسة وسبعة من نوريت قرب امارات سبعة دولار. ولكن انا ما عنديش اصلا دولار من الامارات. يعني غير قليل جدا. وبعض الحاجات الغالبة جدا في موقع ده فعلا. اه ان السي بي ام ده قلب بشكل كبير جدا. طيب. انا برضو ده اذا ما بتلك السي بي ام الكلي قل. السي بي ام الكلي قل. لما يكون هنا سي بي ام مدوسط سي بي ام اتنية واربعة واربعة وارشرة. عايز سي بي ام الكلي هيبقى كام? تمام? لما يكون مسلا عندك دولة اتنية واربعة وارشرة. عندك دولة كمان اتنية واربعة واربعة وارشرة. وكمان دولة اتنية واربعة وارشرة. وكمان دولة اربعة دولار. مش عارفة سي بي ام الكلي في الاخر بقى دولار وصف. يعني الموضوع فعلا بقى غريب جدا. يوب احنا اه هنتكلم دلوقتي تاني مرة هنتكلم في الحلول انت ممكن تزود في الاعلانات ممكن تعمل بدلا ما هي صفحة واحدة في كتسو يورل تعملها صفحتين. تمام? ممكن بدلا ما تعملها صفحتين او في الصفحتين دول تزود اعلانات تعمل اعلانات تانية. يعني تحط كزا اعلان. تحط مسلا اعلانات واعلانات ليه? يعني انت ترتيبك بسم الله ما شاء الله روعة. معنى كده ان يبيجي لك ناس كتير فانت اكيد ما تضيقش على الناس اللي عندك عشان ما يتضيقوش بالمواقع. دي دي نصيحة مني. انا مستخدم في مواقع من زمان فما تضيقش على الناس اللي عندك عشان فعلا الناس زيقت من الموضوع ده. موضوع كبير جدا وموضوع صعب جدا في مواقع ومواقع كتيرة جدا 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 من مواقع اختصار رابط واستراتيجية مضمونة لمواقع اختصار رابط بانهم يجي يلموا متابعين كتير ويلموا واستخدمين كتير ويبدأوا يقللوا في واحدة واحدة لحد ما هيوصلوا وممكن اهلت كمان من عشان كده الموضوع في اه موقع انا كان نفسي بقى مختلف كان نفسي في انا الموقع داي بقى مختلف وما يبدأش يقلل زي ما بقيت الموقع بتقلل قولي في الكومنتات رأيكو في الموضوع ده انا شايف الموضوع ده فانا مزعج جدا لموقع جيت سورايل قولي في الكومنتات برضو الرسالة المزعجة دي مش عارف ازاي نشيلها فيعني ياريت لو عندك حل الرسالة دي فحد يقولي في كومنتات صراحة دايقاني جدا تكلمك الموضوع من قرارات مستقيمتك ياريت الفيديو وانقرابك لاعك في الفيديو وياريت اعمل تسعر بالقناة وما تنسى الانتشار للفيديو شوق شفت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته